اعتقلت الشرطة الايطالية الاربعاء تونسيا وباكستانيا للاشتباه بهما بالتأمر والتخطيط لهجمات داخل الاراضي الايطالية وتعميم رسائل تهديدة ودعم لما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية على الانترنت واعتقل الشابان بمدينة بريشا القريبة من ميلان بحسب السلطات الامنية لا نملك ولم نلاحظ اي حضور لجذور خلايا ارهابية فقط لحظنا رسائل تدعو باستمرار للوصول الى مناطق الصراع وايضا للعمل في الاراضي الايطالية ان لم يتمكن الشخص من السفر الى الخارج وفي سياق المتاصل اعتقلت الشرطة الاسبانية وبمساعدة السلطات المغربية مواطنا اسبانيا من مدينة ميلية متأهما بنشر دعاية لتنظيم داعش وتجنيد اشخاص لها وفقا لوزارة الداخلية الاسبانية